كثيرا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي يربط أصحابها بين فرنسا والعلمانية المتطرفة أو معادات الدين لكن مشروع تعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية فاجأ كثيرا منهم قناة بي اف ام هذه القناة سألت هي قناة فرنسية سألت وزير التربية الفرنسي جان ميشيل بلانكر عن اللغة العربية ولماذا يجب تدريسها فكان هذا جوابه اللغة العربية لغة أدبية وحضارية راقية مثل اللغة الصينية والروسية ويجب تعليمها وإعطاؤها هيبتها سنبحث أيضا الطريقة التي يتم بها تعلم اللغة العربية اليوم وعلاقتها بمشكلات الاندماج والعزلة الحالية الفكرة دعمها وزراء من اليسار ومن يمين الوسط عارضها اليمين المتطرف طبعا وعدد من النواب الجمهوريين ماري لوبان زعيمة التجمع الوطني اليمني غردت لم يأخذ كثيرا من الوقت حتى يسقط في مستنقع اللياقة السياسية الفكرة جاء بها الوزير الفرنسي مصدرها تقرير للباحث الأكاديمي حكيم الكروي فرنسي طبعا من أصول تونسية هنا تغريدة له على تويتر قبل شهر يعلن فيها صدور التقرير وعنانه مصنع الإسلام السياسي الكروي الذي يعمل مستشارا للوزارة وزارة التربية والتعليم يقول إن من بين 16 حسابا الأكثر تأثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي في العالم يوجد خمسة منها لدعاة مسلمين كلهم من السعودية أضاف أيضا مستشار الكروي طبعا اسمه الكروي في تقريره يقول ما نراه في مواقع التواصل من نشر للتطرف وتجنيد للشباب هو نتاج مئة سنة كاملة من العمل لخلق مجتمع الحلال وهذا المجتمع يكون فيه المسلم نقيا طاهرا ويكون البديل للمجتمع الفرنسي بالمنطق يكون غير نقيا أو غير طاهر المغاردون غردوا منهم ليلى بيراطو تقول رأيي أنه يجب أن تكون هناك فرصة للكل كي يدرسوا اللغة التي تكون منفصلة عن التعليم الديني ومحمد عبدالصدوق يقول المشكلة أنهم يريدونها في المدارس لأنهم وجدوا المسلمين يسجلون أبنائهم في المساجد ونحن هنا همنا الأكبر هو تعليم أبنائنا القرآن الكريم التغريدة الثالثة لحمزة زنار واخترناها لكم يقول ولكن من سيدرس اللغة العربية إذا كان الإسلاميون ربحت ربحت باللهجة المغاربية يعني هازلت هالة مدريد تقول هالة بالطبع اللغة العربية تحتل المركز الرابع عالميا والفرنسية احتلت المركز التاسع ولا ينكرها إلا جاحد مسألة تعليم اللغة العربية في فرنسا أطلقتها وزيرة التربية السابقة نجاة فالو بلقاسم لحياء نظام قديم في التسعينيات من القرن الماضي لتعليم أبناء المهاجرين لغتهم لاعتقادهم أنهم سيعودون إلى بلدانهم لكن الحالة الأمنية للبلاد جعلت الهدف من تدريسها أن تكون العملية تحت رقابة الحكومة والدولة وليست تيارات الإسلامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر